كما عقد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي جلسة مباحثات مع نظريه البرازيلي مارو فييرا على هامش قمة براكسا هذا وأكد الوزيران على ضرورة الاستفادة من الخبرات والإمكانية المتوفرة لدى جانبين من أجل توسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية وتحديدا في أفريقيا التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية قوية خصوصا بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القرية حيز تنفيذ كما نقشت منطقة الشرق الأوسط واتفقا على خطورة انجراف المنطقة لحرب إقليمية نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة حيث أكد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية